بسم الله شو الدقة هذه العلب السيليكون تلاحظوا من الداخل السيليكون يكون بالمنطقة الامامية لو يستخدمها الموظف أو ياخذ عينة السيليكون موجود مستخدمينه في الوسط تلاحظون هم كلا بسم الله في منطقة هنا والسيليكون موجود نعم والمادة في الوسط إضافة يتكلم على مليون أربعمائة مليون وخمسة حدودة الكميات ما هي الكميات الموجودة هنا ما هي كمية بسيطة ورغم أنها مها مكان لو حبها واحدة لها في بعض الطرق اللي يعني تلفت النظر في عالم السواء شخص ولكن حتى اللي اشتغلها يعني مفكر لو فكر في شيء آخر ربما شيء لاهيجابية يمكن نبدع الجالون جالون موية عادي مع الراكب وضع فيها طبعا فيها 400 ألف حبة هنا وضع اللي تلاحظون اللي جوا بالداخل قلبة موية قلبة موية قلبة موية بحيث أنه لما يكون فيها جرات التفتيش تستخدم فيه موية أو فيه بنزينة أو فيه غازة أو فيه أي شيء والجهة الأخرى فالمادة 400 ألف المادة 400 ألف إضافة إلى علب علب الدهان علب دهان علب على قضيتين قضية نفس اليوم وقضية في نفس اليوم في المسلم تم تجويفها من الداخل شوف كيف طريقتها يعني طريقة فنية مش حطوم فيها هذي هذي حبوب الله حبوب إضافة إلى أن الحبوب جاء على شكل الشريط على نفس الدائري الداخل ورصوصة بطريقة فنية بالملي ووضعت بالدهان الديهان طبعا طريقة بعد حتى الطريقة ما يتسرب الديهان لها بالداخل الله أحمد وطني بسلام الله السلام استخدام المواسم مواسم الأعياد مواسم المدارس مواسم الاحتفاعي اليوم وطني قبل مدارس الفترة الجميع يتسابق من التجار على أنه ينهي إجراءات إجراءات شناء المدارس أو خاصة الجمارك ما عندها مشكلة هي هتساعدك هتفسح الموجود ولكن بدقة البعض يستتوقع أنه لما تجي قبل مدارس مسبوع عندي شحنة وموظف أو مدير الجمرك أو المعاينة وكذا أنه خلاص باقي يومين عجلوا فهذه شحنة الشنط لاحظ كيف اللي هنا انت تتكلم الله يحفظك عن الشنطة كاملة مية في المية من الداخل الشنطة ما في أي مشكلة ما يكون فيها سفنج بين الجهنتين السفنج هذا هو وضع بطريقة مصنعية فنية هو وضع فنية الله والله وبطريقة فنية مية في المية بالملي تكلم على مليونين وارباعمية ألف ويم شنط المدارس يعني مستغلين هل 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 أطفال وهل الطلبة وهل أمو الموسم فهذه الحمد لله فيها يعني فيها اذا كامل مضابين جمارك هل اي شخص اتوقع انه يعمل العمله لا 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 ما فيه رياء ولا فيه مجاملة هي امانة عملك مهما كان عملت في الجمارك او في اي قطع اخر لو في مجال خاص مؤتمن انت اذا اديت هل هل سبع ساعات او اشر ساعات بامانة وخلاص اتوقع انك يعني ستبدأ والله مكسر هنا هل لاحظون اخوان قطعة خشب ما ما ادلوش اللي خط طيب وش فيها هاي يستخدمونها السيارات الكبيرة تريلات خاصة مع السائقين عند منحة دارة او عند وقفة في طريق ثاني او عندها شغلية تكون تساعدة تسمد السيارة نجوفها بطريقة وضعت فيها وضع فيها الحبوب تأخذ كميات كبيرة تأخذ اكثر من اربعمائة الف هذه نفس الهادي اضافة الى انه الملاحظة اللي استخدامها المهرب اللي هو وضع كمية زيت كبيرة وموضوعها مع العدة لا يمكن ان يتوقع الموظف مورا والله هذه خاصة بالسيارة الامور اليومية كده طبعا هذه لها دور الدور اللي ساعد فيها الحمد الحمد تكلم عنها الان اللي هي انظمة الفحص بالاشعة يعني ساعدت كثير يعني الموظفين في اكتشاف اللي هي اخونا اللي هي ماذا يا كامير هي لا لاكظة الكنداسة هذه المستخدمة في السيارة المستخدمة مش عن حطة اضافية منزوع منها الكربون والرصاص اللي في الداخل وما شبوكها تعمل بالسيارة مفعلة السيارة تعمل السيارة مواقفة والراكب والتفتيش وهي شغالة تشتغل نفس السيارة اللي استخدمت نفس السيارة اللي فيها الركاب وفيها صاحبها والعائلة وكل شيء طبعا هذي من ذكها الموظف الموظف وحبا بعد المعرض حنتناقش فيها المورالي ذكها الموظف وين انه ما هو اني اجي والله انا افتشه بس لا انا شغل ما تعطيه لأوراق اشوفك سلم عليك شخبارك في لمحة يمكن ثانية يبدأ الدليل زيها زي الشحنة زي ما يستدل على خط السير او الشاحن او الناقل نفس الشيء نفس الشيء الطريقة اللي تلاحظون يا شباب هذا شحنة كبيرة هذا في خمسة مليون حد الله ينبع تدمير دولة تدمير جيل نقول بشر او الشاحنة هذا تنك البنزين شوفونا يا شباب تنك بنزين يشتخدم السيارة عادي تلاحظون الصورة اللي قدامنا هذي ش اللي فيها. فيها اربعة مليون ثلاثمئة وخمسين الف ثلاثمئة وثلاثين الف يعني. مش الموضوع انه تهريب للداخل. فيه تهريب للصادر. تهريب مشتقات بترولية. تهريب عملة. تهريب مشغولات ذهبية. تهريب اشخاص. سبق انه تم محاول تهريب الطفل. مريد. قبل اسبوع كان عندنا قضية اه فتاة حاول واحد يدخلها داخل المملكة. فتاة اجنبية حاول واحد يدخلها وانتشرت بالاعلام وبالسوشال ميديا. تحت الكرسي. تحت الكرسي. ايه. اضافي الى اشخاص اخرين كانوا بالخارج. عمالك اليومي. اه عند الانفة البطحة. نعم الخاصة بالرعي ومرعي والكثير يعني فيها البعض منه يحاول الهروب داخل وبعض الهروب الخارج. انه ودنا نسمع منكم كان عندكم وسئلة. الله مع فتاة الله. انا كلنا نجوا. فوشي. اه. والله انكم يعني اه. لانكم اه. مو موظفين ابطال. لانكم تتحمون اول شيء اسلامنا. ثم اه وطننا. ثم عيائنا وهلينا. اه نشوف اللي هربون ناس ما عندهم اي ضمية حتى يعني. حل ايه بلاهم المصحف. بس ما شاء الله تبارك الله اللي انا تفاجأت منه انه عملكم عمل حتى لو جاي شيء استعطافي كمثلا مصحف يعني تؤدون العمل باكمل وجه هذا اللي خلال الحمدلله انه بعدنا يا وبرك الحمد يعني عايشين بامن وعافي وصح وسلام ويضا الله وجيه مناسبة كلامك الاستعطاف في رمضان الماضي في يوم سبعة وعشرين وفي رمضان ومؤتمر جاي من الخارج بحرامه ومعاق شوف كل هذي كلها اشياء تستعطفك انه انه الشخص هذا استعدى بريد وعيد عن الشباب وطلع نفس الشخص المعاق هذا طلع معه مخدرات شوف معاق وبرمضان المحرم وجين الحرم الاطار للبقاء وبرضاء انا عندي والله اشادة اشادة في المركز او منفذ الحديثة حدود يمكن اكبر منفذ بري بالشرق الوسط حكمني ساكن قريب ساكن في القريات وقريب على المنفذ فنسمع باشياء صراحة يوقف شعر الراس منها اشياء تجرى عليها اعداء الوطن او الناس المغرضين او الناس اللي انتزعت الرحمة من قلوبهم فمثل الامور هذي يمكن فيه شيء اسوأ وشيء لا يتوقع من تهريبات تحصل فاحنا نقول عسى الله ان الله ينصرهم ويعزهم وان الله يجعل حبهم ان شاء الله بالشيء هذا كبير لان في وجودهم امن للوطن ولمواطن وامن للمواطن وشباب الامر فعسى الله يقويكم ان شاء الله يعزكم ان شاء الله طب هل عندنا اللوحة الاولى نظركم زيل ولا اللوحة الاولى تلاحظون اللي هو استخدام دخلية الشاحنة ما هي الشاحنة اللي احافظك اللي هذي قطع خراسانية خاصة بتصريف السيول هذلك هذلك يعني وزنها بالاطنان تخيل كيف الموظف هيكتشف شون اكتشف كيف هاي مهرب فيها 6690 زجاجة خو واحد من الاخوان تفضل قالوا انه عزاس انها تصنيع نعم فيه ناس تعمل للتصنيع تصنيع هالمادة ما هي للتجارة او للعمل بقصد تهريب هالمادة ونكرر وحنكرر مرة ومرتين وخامس وخاصة لكم انتم معي الشباب لكم المعلومة ان شاء الله بمستقبل حتى نقولونه وفي الاف الملايين طارعونكم مشاهدونكم بلد مستهدف من جميع الاشياء فهذا دوركم انتم ودورنا احنا ودور المواطن والموجود يعني اشياء زي هاي لما تشوفها انها مصنعة لهالغرض ما هي بالصدفة تم تصنيح هالشي يعني انا مستهدفك انت في بيتك جايك مصنحة لك انت ولكن الحمد لله يعني وجود هالزملائكم واخوانكم للشباب يعني لهم موظفي الجمارك بالعكس انتم ان شاء الله مثلهم هاليا عندكم اينا اللي هي الخاصة في الفرام الباكم السيارة يعني تلاحظ لنا نفس الباكم مفرر من الداخل والمشكلة انه موجود في السيارة يعني تمشي موجود هذي مليونين ثمانمئة وستين الف حبة تلاحظونا هذي مستخدم الوانيت المركبة مفرقها من جميع الجهات مهر فيها مليونين تلاحظو هذي المساعد المساعدات الامامية للمركبة هذي على مستوى الشخصي البعض كثير منهم ولكنها من اميز الضبطيات من اميز القضايا هذي في العقال نفس العقال منفرغ من الداخل وموضوع فيه اللي هو الليات الالامنيوم الدائر مشغول فيها العقال تخيل واحد دامس عقاله فيه تقريبا مئة الف حبة او عشر الاف حبة تخيل الشيء هذا هذا شخصي شخصي انا النقطة اللي يحفظكم بلا مع الخوان مع المسؤولين النقاش فيها انه انت انا كشخص جاي هنا امشي الان جاي للمجمرك وقدم اوراقي ودامس عقالي انت كموظف كيف اكتشفته هذا هو يعني البعض يعني يتكلم عن الجمارك ويتكلم والجمارك لها دولة ولكن الدور زي هذا يعني ترى ما هو بسهل انت ما تفضلت عليه تحتاج الى خبرة تحتاج الى تدريب احنا عندنا معهد جمركي مختص بالتدريب جميع الموظفي نخضع الدورات على مدار العام وفي المعهد في الرياض او منتقلهم الى المنافذ ونقيم الدورات عندهم اكتساب الخبرة اكتساب المعرفة اكتساب كيف تعلمون بالمناسبة المعهد هذا معترف فيه من نظمة الجمارك العالمية وبالتالي هو اللي يقوم بتدريب جميع الدول المنطقة دول الشرق الهوسط جميع مدربون عندنا هنا بالسعودية ونصد رسالة من هنا بعد انه زي ما فيها عدالنا ذكية فعندنا وسود ذكية بعد صحيح صحيح صحيح